السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامدي هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقاء اللي هي حصرية في الحقيقة ويعني هدية المولف كان نقدم هدايا للموضوعات للأرانب ولكن هذه في الحقيقة هدية لكل مربي أرانب وهو واحد المرض اللي ممكن يتصاب بالأرنب وهو في حقيقة هاد المرض السبب دياله هو السوء التغذية ممكن أنكم تبقوا تعطيوا الأرانب ديالكم القشور ديال الخضر اسمو هاد المرض ماشي هو انتفاخ البطن أو نقولو الكوكسيديا أو لا هذا مرض منفريد بوحده لاحظوا معايا هاد هاد الذكر اسمو راها واقع لومسكين شوفوا كرشو راها متحجرة انتما انتما الى الزيتو هكا شوفوا انه ممكن يقدرش يتحرك شوفوا كرشو شحال راها منتفخة انتما وقاك نحطو ممكن يقدرش يتحرك بززف انتما كرشو راها خارجة منه ومنه هذه را ماشي انتا راها ذكر لاحظوا ان الكرشو هنا من هنا خارجة ومن هنا خارجة من كنقصو فيها ما كنلقوش فيها انتفاخ ولكن كنلقو فيها بحل شكل ديال الماء هاد المرض هاد الاسم ديالو اسميتو الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هاد اسميتو الكوليستريديا اسمو كيوقاع هادا مشي انتفاخ ديال البطن وانما هادا ليستر إلما تدواش كي الكرش ديالو يعني كتتنفاجر وكيخرجون المصارين على برضا علاش لانا السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علاش ديما انا ديما كان هدر على الاشياء الناشفة يعني شحن واحد الفيديويات كيقول لك اللا راها ممكن انه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء او القصور ديال الخضار ديما هادا شي كيدير إما المرارة إما كيدير هاد النوع مثل هاد الامرار ديال كوليستريديا عقلوا على الاسم هادا اي حاجة دخلوها في الراس على حسب يعني الاحتراف وهذا هو الاحتراف انه يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادو إذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمو العلاج دياله هادية الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هادا اذاكار شوفوا البطن دياله كيفاش ديرها من هنا ومن هنا هادا مش انتفاخ اني مني كان قيسها كارا كرشو متحجر لاحظوا انه يعني الاوساخ مدير تأوساخ انتوما دبرا عندونها للول وهو شوفوا الحجم ديال الراس دياله يعني هاد راعات صغير يعني ماشي كبير بزاف نقولوا عندو تلت شهور ونص وشوفوا مسكين هاد المرض اللي هاد راح حيوي بالنسبة لهذا يعني الفترة هادي يعني الفترة الظاهرة راح كيكون حيوي يعني كيبقيه ينشطوا يتحرق في الكارش هانتوما شوفوا دبا اسمو راح داية راح كيقول لك داويني هاد المرض هذا راح ماشي انتفاخ وانما على شكل مياه كتكون مجموعة متحجرة في الكرش او البطن ديال الارند هاد المرض تسميتو الكوليستريبيا كين اول حاجة مباشرة مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حييدوا العلف هانتوما فيما كتلاح شو هانتوما تعطيو تنوع من العلف يعني حييدوا لي جميع انواع العلف تاني حاجة يعني هاد شي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوي دير التبن راكلا من التبن هنا شوية را بدك شوية كي يدير را مشي زبيلة الماية مهم را باقي مبارش الدبرة مبارش يعني العلف اي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه تحاجة تاني حاجة وهو التبن التبن انتوما راني فايت سباقدي هادرت عليه انتوما بحلاكة هدا التبن تبن عادي ماشي شي حاجة مغاليش ممكن انكم تحصلو علي غي مجانا غي وحلخنيشة بحلاكة تحطو له شوية ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفارس في هذه الحلقة وراها كما قلت لكم راها هادية ان ارا هاد الانتفاخ هذا را كان نضايقني بزاف كان تقريبا نصفت راها دبت شوية تفش اسمو عطيتو عطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع انتوما را شوية اني بخل نديرو له فتاص هنايا ولكن هاد النعناع راها عشبة عاطيها لنا الله عشبة سحرية هاد النعناع العادي اللي كديرو فاتاي هذا تغليوه وتعطيوه له وان شاء الله راكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راها منفريدة راها يعني هادية لجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني مشي تعطيوه الو مباشر ياكلو ارا يضروا هانا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهموا اسموه اشنوني كنقول الكيمية اللي هادية تعطيوها هادية النعناع وهي خمسين في المئة نعناع وخمسين في المئة ماء يعني الكيمية اللي هادية تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحجبة هادية نقولو فيها وحد وحد كيمية ممكن هادية تدي معاها ينسكيس ديال الماء وتغليوها معاها وهادك الشي هادك الماء ماشي النعناع الماء فقط يعطيوه الارنب وكونوا متفقنين ان هاد الحلقة دي تفيدكم بزا في ان شاء الله لاني فرحان لانا قدرت اني يعني نجيب لكم هاد النوع من المراد لانا عندي فراس ديالي ولكي معمرو مطرالي غلط في هاد ليامات عطيت للارنب شوي ديال القشور ديال الخضر يعني عندي لوليدات ديالي هم ولي كي مرة مرة كيعطيوهم بحاد الاشياء عطاهم قشور ديال الخضر وراه تصاب به هاد يعني مبقاش حيوي انا رحت انه مبقاش حيوي منيد لحط البطن ديالو قلقيتها منتافها قلت يمكن رها انتفاخ وهي كنت رغين عطيه في الاول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هاد الحالة هدي ما تصلحش بيكربونات سوديوم لان كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفاخ معاكم منيك تقيسولوك شو هاكا منيك تشوفو الهواء عطيوه بيكربونات سوديوم خيصة في التامان تا هيك تتبع في الفرماسيوم أما بالنسبة للتحجر ديال البطن شوفو هنا يرا البطن ديالو رها مو تحجرة مسكين شوفو شوفو رها يعني منيك تبغين هزوها كشوف شو هنا يرا الظهر ديالو ولا ولا عريض يعني واحد الحالة يعني ما نقول لكمش لانا انا بنيك يكون حيوي هادي كي الصحة أما بنيك يكون هاكا هادي رها مرض اسميتو كوليستريديا هادي مرض كما قلت لي سوء التخذية السوء التخذية هي اللي كتدير هاد النوع من الأمراض حاولوا انكم تعطيوه الانا بديالكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم الحلقة ديالنا هي هادي النعناع اغليوه وشدو الماء ديالو واعطيوه الو ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع اعطيوه الو وان شاء الله رها بدك يتفش دا بارة ماء ما علشانا يبتكمو هاد الحلقة هادي رها البار حرا كان منفوخ بزاف كان وحد الحالة يعني كان ضخم بزاف يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرى وتنتوا ما هاد الحالة هادي عقلوا عليها الكوليستريديا هادي يعني حالة من الحالات يعني تل اسم هو في حقيقة رها مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني لخلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هادي رها يعني خطيرة وما تتغذوش اليها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لانهو كيكون في واحد الحالة مسكين ما كيبقى شي ياكل كيبقى غير مقرمس بحلاكة ممكن انه البطن ديروه تنفاجر والمصارن كيخرجوا على برا علشان هاد الحلقة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا ليهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين أعطيه التبن فقط وغليوا له الماء إلا ما بغاش يشربوه ممكن أنه يكون ديروه في واحد لمحقانا وتكبوه له في فمه يعني لابد ما يشرب من هاداك الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله أنا غادي يكون تسير إذا حلقة منفردة حولوا أنكم تفهموا أشنوغلز يعني ما تعطيهوش النعناع الأرنب ديالكم وتقولوا بلا راكين المشكين اللي أعطيه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين إن شاء الله غادي يجيب الله تسير إذا حلقة ديالنا هي ديال حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال كوليستريديا ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذا ديالها هو أعطيته لكم إذا كينشي تعاليق مرحبا بكم أنا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان أعطاب لكم عائلتي تكيو على زر جيم باش تساندونه القناة تزيد القدام ما تنسوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة